في الأول الأحمد عبدالقادر الباصة طبعا من علم علول كانت باصة جيدة وزكاء من اللعيب أنه يستغل الخطأ يعني ممكن يخد بالك الكرة يعني شايف أنه مدافع عرب لا يقف يعني ما يكملش جاري ممكن ما يكملش جاري لكن هو عبدالقادر يكمل جاري الحقيقة وخد بالك يعني الدخلة اللي في الملعب يعني هو ماشي بالعرض يعني قطم لجوه شوية عشان يفتح نفسه عشان يقدر يسجل يعني صحيح نعم ساعده فيها الجول لأنه خرج متأخر جدا لكن هو الفكرة بالنسبة له كانت فكرة هدف بس عايز يقول له الحاجات دي في بعض الماتشات بتبقى صعب لأنه هتلاقي الحراس أفضل من كده بشوية فاخد بالك ممكن يكون التفكير الأمثل بالنسبة له أن يلعبها بص واحد اتنين تلاتة يعني اللي جايه ده مع عبدالطاهر ده أعتقد اللي جايه بالعرض ده تمام؟ لكن هو فكر أنه يسجل هدفي عبدالقادر أنا قلت لك إيه قبلية؟ هلعبها في الجول طبعا طبعا هلعب أنت قلت هلعبها في الجول؟ لا وانا متأكد أن أبدأ هلعبها في الجول فهي مصدي ما هو أخد بالك؟ أنت على حسب مين اللعيب؟ يعني لو معلول هلعبها بالعرض؟ لو ما يجد أفشا هلعبها بالعرض فهي مصدي يعني على حسب مين اللعيب نفسه؟ يعني عبدالقادر أكتر من كرة في أكتر من مبارا الموسم الماضي يروح ويقطم ورقص ويحط في البعيدة أو يحط في الدايع هو ده الستايل بتاع عبدالقادر في الفينيشن يعني في الحاجات الأخيرة وتسجل هدفه كان هدف رائع الحقيقة النهاردة بداية الافتتاحية بتاعت النادي الآلي سهل أو مش سهل كتير قاتلت الجيم خلاص يعني الجيم بنسبالك أصبح مقتول بعد الكرة اللي تلعبت دي معلول بمناسبة الباص يعني من اللعيبة اللي بتديك حلول كتير كتير يعني بتخلي عندك حلول هجومية كتير آه ممكن يكون المجهود البدني مش أفضل حاجة لكنه بيشغل دماغه حلو أو في الملعب يعني بيبص كويس عنده رؤية في الملعب بيعرف يحط أمتى يباصي الباص الصح أمتى بيعمل الكروس بس ممكن في الوقت الحالي بيستغنى عن مسافات طويلة بالجاري في أنه يلعب باص طويل أو يعمل الكروس من قبل الثمانتاشر بشوية يعني عماله الزمان كان بيوصل حد خط اللاين بتاع المرمى وبعدين يبتدي يعمل الكروس النهاردة بيشوفه بيفكر أكتر من المجود ودي حاجة على فكرة جاهدة مش حاجة سلبية بس يالفكرة كلها كابتن عيمن النهاردة لازم الملعب يبقى متزن لازم بفي توازف ملعب لازم مرة يمين مرة شمال مرتين يمين مرتين شمال مثلا مرة يمين يعني لازم يبقى عندك جبهتين شغالين لان في مدربين يعمل ايه؟ في مدربين يبقى الرايت باك بتاعه أولاين بيلعب على المعلوم يعني هو الحقيقة يعني توقيفة جيدة جدا بص علي معلوم ما كانوا فين يا كابتن بص ما كانوا فين كانوا بيلعب وينج بص عبدالقادر وطاهر وصافيو فين؟ اللي كلمنا فيه بداية تريد بص يا كابتن يعني أنا عايز بص أقول لك على حاجة يعني البدايات بتاعة الألمة دي خد بالك دي في البداية دي ممكن في دياءة تلتاشر أمين بداية تريد البداية موضحة أنك عايز تسجل أهداف يعني بدايتك أنت بص اللعيب حتى بص في التمنتاشر ينعمل التمركز مش أفضل حاجة يعني هنا التمركز مش أحسن حاجة لكن التواجد جيد يعني التواجد أربع لعيبة في التمنتاشر يعني في التوقيت ده أعتقد التواجد بشكل جيد لعيبت النادي للإسرار على التسجيل النهاردة كان فيه حالة برضو من السرعة الكلام هو عليك كباتل أنك عايز تلعب بسرعة بسرعة بتباصه وعايز تأمل تروح وعايز تنطلق الكلام ده حلو على فكر حلو بس مع الفرق الكبيرة محتاجة تبهدو لأك أبتد؟ لأن لو خدت بالك الشوت الثاني كمية مز باس كتيرة قوي لو فرقة عندها سترايكرز كويسين أو وينجرز كويسين يقدروا يسجلوا فيك هدف يعني أكتر من كوري بتاعب العبطة تقطع يعني عجم مرتدة على النادي الآن لأ من تخد بالك بص مجل الأخطاء النهاردة ماتش نوك أو ترتكاسبان لك واحد سفروا الدنيا مرايحة حلو زي الفن بس أنت بتتكلم عشان إحنا النادي الأهل عشان إحنا فريق كبير وخلي بالك أنا عايز أقول لك حاجة برضو عشان نص ساعات بتعمل مقارنات أنت بتلعب بطل تونس ما بتلعبش مع مع كامل احترامي لجميع الأنديال أفريقية لابتلعب مثلا بطل بروندي لابتلعب بطل تشاد ما بتلعبش بطل روندي أنت بتلعب فرقة تقيلة أنت بتلعب فرقة يعني كان من الممكن أنها تتأهل لدور المجموعات أنا الحكم على النادي الأهلي من وجهة نظري كنادي أهل بغض النظر عن المنافس أنا المنافس بالنسبة لي ما يفرش معي ليه؟ لأنك أنت دايماً اللي بتعلي أو تقلل من المنافس يعني أنت هناك قللت منهم في ملعبهم قلت لك أنت كل كل التحديات كانت فين؟ كانت هناك مش هدا التحدي كله بالنسبة لك أنك تلعب في تونس أنك رايح تونس هناك وكل الناس منتظر النادي يعني كل الناس سايبة بطولة إفراقية كلها وبتنتظر النادي الأهلي هيعمل هناك هلعب بطل تونس هيتغلب، هيتعادل، هيتكسب نتيجة إيجابية سلبية المسم اللي فاتنا هنا بشكل مش جيد فبالتالي البدايات الناس كدتبصلك على أنك أنت النهاردة هل أنت هترجع؟ تمام؟ ولا مازال المسلسل بتاع عدم اللعب والجيد والنتائج المش جيدة اللي حقيتها في الآخر تمام؟ فالنهاردة أنت عملت هناك ماتش جيد جدا، تمام؟ بداية مكسب هناك، يمكن ده أهو بصة كابتن هنا أنت مركز بتاع اللعيب آه ده ده في بداية آه طبعا في بداية تاجمة تمركز ده في بداية 19 ده ميزة أنك بتلعب يا كابتن بإيه؟ يعني بالعيب زي معلول كده عنده قدرات هجومية مختلفة شوية تمام؟ ما هو أنت أخد بالك دي برضو مش حتة مش حتة لفت باك بس ده حتة لعيبة عنده أفكار يعني هو دايما عنده الرغبة في أنك تطلع تلعب في الحتة الهجومية ده علي معلول تمام؟ بص مين اللي جنبه؟ عبدالآدر لما تلعبت الكرة خد بالك لا ده تمركز صح تمركز جيد جدا من العيبة النادي لها يعني كابتن علاء كان بيتكلم من شوية على موضوع التمركز والنوة أحيانا بيتكتل لبعض اللعيبة في موانطقة انت مش محتاج التكتل ده زي ما عملنا الماتش اللي فات هنا تمركز هاي ناحية الشمال وطاهر ريجي أحيانا ناحية الشمال يعني العيبة كتير كابتن لحية الشمال عشان نلعب كرة ومباصي لا النهاردة الموضوع مختلف شوية انت برضو بتلعب في ملعبك وده موضوع مختلف شوية تمام؟ هنا التحرك جيد كمان عبدالآدر تحركه برضو كان جيد جدا يعني لما استلم معلول هو تحرك على طول ما استناش مفكرش كتير يعني هو ده ميزة الربط ما بين اللعيبة وبعضها خد بالك انا النهاردة الملعب مع كابتن علاء تمام؟ ماتشات كتير هم نفهم بعض على طول